بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب التربية الخاصة في محاضرة الثالثة بعنوان المفاهيم المرتبطة بمفهومي التوجه والحركة تناولنا في المحاضرة السابقة الفارق بين مفهوم التوجه والحركة وسنتناول في هذه المحاضرة بعون الله بعض المفاهيم الأخرى المرتبطة بمفهومي التوجه والحركة يتوقع بعون الله بعد انتهاءك من هذه المحاضرة أن تكون قادرا على أن تتعرف المفاهيم المرتبطة بمفهومي التوجه والحرك أول مفهوم نتناوله في هذه المحاضرة هو مفهوم التتبع ويقصد به قيام الفرد الكفيف باستخدام ظهر أصابع اليد ظهر أصابع اليد ظهر اليد وليس باطنها ليتابع بخفة أي شيء له سطح مستوي كحائط أو خزانات أو مكاتب أو مناضد وذلك لأحد الأسباب الآتية أن يحدد الشخص موقعه في الفراغ المحيط به أو أن يحدد موقع أهداف معينة أو أن يهتدي بخط موازن لخط سيره المفهوم الثاني محددات الاتجاه ويقصد به أي شيء له سطح مستوي بحيث إذا برز في الفضاء فإنه يعطي مصاراً معيناً أو خطاً مستقيماً مثل الحائط أو سطح المكتب هذه الأمثلة تشير إلى أشياء لها سطح مستوي لو تتبحها الكفيف فأنها تعطي مصاراً مستقيم المفهوم الثالث حد المصار ويقصد به حدود أو حافة الأرصفة والحشائش والأعشاب المفهوم الرابع هو العلامات أو النقطة الإشارية أو الإرشادية وهي أي شيء مألوف كالصوت أو الرائحة أو درجة الحرارة أو دليل لمسي يسهل التعرف عليه بحيث يكون موقعه دقيق ومعروف في البيئة على سبيل المثال إذا سمع صوت لأدوات معملية ومخبارية فهذا يؤشر إلى أنه بالقرب من معمل إذا اجتم رائحة الورود فإنه يعني أنه بالقرب من حديقة إذا تلمس شيء وشعر بارتفاع في درجة حرارة السطح الخارجي لهذا الشيء فهذا يدل على أن هذا الشيء قد يكون شيئاً ساخناً المفهوم الذي يليه هو خط السير ويستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى مصار أو طريق مخطط تم قطعه إلى هدف أو نقطة معينة وهو ماشي بيمشي في مصار أو طريق مخطط عشان يوصل إلى هدف معين المفهوم التالي هو تحديد موقع الصوت ويقصد به تحديد الاتجاه الدقيق للموقع مصدر الصوت على سبيل المثال الكفيف يوجد في هذه النقطة وسمع صوتاً قادم من هنا يقصد بتحديد موقع الصوت من أين أتى هذا الصوت النقطة أو المفهوم التالي هو التعامد هو التعامد أو ما يسمى بالارتكاز وهي عملية الاستفاف ووضع البدن بالنسبة لشيء ما بهدف أغزي اتجاه وبناء خط اتجاه مصار محدد في البيان طريقة تتبع المبصر ويقصد به أن يمسك الفرد الكفيف بمرفق المرشد المبصر متتبعاً نفس خطواته في السعيد وشكراً لكم